إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح مستمعي الحبيب تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى اجلس بين يديه بكامل الأدب استرح تماما أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء مستمعي الكريم قربك من الله تعالى نعيم وراحة قربك من الله تعالى طريق النور قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة الطريق إلى المحبوب لا تطول بل طريق الحبيب يطواطيا فحامل الشوق يخفف السير والسؤال هل نجد أنفسنا كذلك تطير أرواحنا شوقا إلى الله تعالى وعلامة ذلك أن نجد أنفسنا نبادر إلى الطاعة وننافس عليها ونحزن أجل نحزن إذا فاتنا وقتها الأول أما الوقوع في وحل المعصية فتلك ساعة قيامة القيامة في قلوبنا لماذا؟ لأنها ساعة بعد وانقطاع عن الحبيب وتعريض لسخطه علينا جل في علاه فتذكر ولا تكن من الغافلين أستمعي الحبيب إذا لم تغدوا صورة حية لما تقرأ مما يروق لك أن تقرأ فإنك تكون قد أنفقت وقتك هدرا والمؤمن الحق مسؤول عن عمره فيما أنفقه أقول فانظر ماذا يكون من أمرك يا من تبعفر وقتك فيما لا يجدي ولا ينفع يوم ستقف بين يديه سبحانه وتعالى يحاسبك على مثاقيل الذر فلا تخفل دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتوما حيين بألف خير ترجمة نانسي قنقر